مشاهدين الكرام بشأن هذا الموضوع معنا في الستوديو ونرحب بضيفينا السيد نظير الكندوري الكاتب والبحث السياسي مرحبا بك سيد نظير معنا حياكم الله حيا مشاهدين قناتكم الكرام وحياك سيد نظير كيف ترى هذا المؤتمر في هذا التوقيت وكأنه يعني يصور العراق يعيش حالة استقرار تام والله أنا أراه بطريقة أخرى يعني أعتقد أن هناك حالة سباق ما بين الرسال الثلاث سواء رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء تجدهم كل واحد من طرفه يحاول أن يزيد من تواصل الخارجي لتعزيز حالة ربما تخدمه شخصيا أو تخدم من يدعمه لذلك ابتدأها برهم صالح ثم لحقه الحلبوسي ومؤخرا كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فكأن هناك سباق للتواصل مع دول جوار أو الدول العالمية وكأنما هذا البلد ليس فيه بزارة خارجية ولا وزير خارجية الذي هو مركون على جنب لا يمارس مهنة الخارجية يعني إذا شئنا نريد أن نعطي أسباب لهذه الأمور أجد أن هؤلاء الرؤساء الذين هم يمثلون كتل سياسية مختلفة إذا لم نقل هي متناحرة ربما يحاولون الاستقواء بالخارج في صراعاتهم الداخلية هكذا يعني أرى الصورة من جانب ومن جانب آخر يحاولونهما بطريقة ما كل تلك الرؤساء الثلاث أن يعطي صورة على أن العراق هو الآن بلد تنمية وبلد استقرار والآن الأمور يعني يعيشون في ربيع وعلى دول الجوار أن تدعم هذا الربيع هذه هي النقطة المهمة لماذا يصور العراق على أنه مستقر وخصوصا في البيان الختامي لهذا المؤتمر ولم يتكلموا عن مشكلات العراق الحقيقية المدن المدمرة يعادة العمار النزوح كثير من القضايا التي تعيش في ظل الشعب العراق اليوم هذا الذي يستغرب له يعني يصف بأن العراق الآن بعد انتصار على داعش ولا أعرف كيف هو الانتصار ما زالت إلى الآن هناك عمليات قتالية مع هذه المنظمة الإرهابية ولكن يقول نحن الآن في حالة انتصار ونعيش في حالة تنمية بينما الآن عدد يعني كبير من المدن المحطمة عدد كبير من النازحين في مخيمات النزوح الآن حالة الفقر في العراق تصل إلى 40% يعني الحالة تكاد تكون حالة مأساوية لا نستطيع أن نقارنها إلا بأتعس الدول في تخلفها الاقتصادي أو معاناتها يعني من مخلفات الحروب ولكن مع ذلك يحاول أن يعكسون صورة هي غير حقيقية وصورة يعني لا تتناسب مع الوضع الإنساني الذي يعيشه في العراق ربما أحد الأسباب التي يحاول يعني الآن دور الحلبوسي يحاول أن يجمع رؤساء البرلمانات للدول المجاورة أن يجد داعم له ولتلميع شخصيته لربما هناك دعم لمثل هكذا شخصية لمرحلة قادمة ربما تتغير الخارطة السياسية في العراق هو من جانب يريد الآن يعني مساعدات من تلك الدول وتغيير في قوانينها الشرعية يعني تشريعية في بلدانها لكي تسهل عملية الاستثمار بالعراق وأنا يعني أستغرب كيف يمكن لشركة أن تستثمر بالعراق بدون وجود أمن وبدون وجود يعني حالة شفاثية بالدواء الدولة من رجل ذلك أستاذ نظير أكد الحاضرون دعم أمن واستقرار العراق ولكن هل النفوذ الإيراني في العراق يسهم في هذا الاستقرار وإيران حضرت هذا المؤتمر الشيء الذي تستغرب له أن رئيس الوفد الإيراني لم يعني يكن لديه الحد الأدنى من الحياء وهو يصرح في المؤتمر علنا وبوجود رئيس البرلمان العراقي محمد حلبوسي وبوجود ما يسمى بمجلس النواب السوري ويقول بأن الحرس الثوري كان أحد أهم أسباب الانتصار على الإرهاب في العراق وسوريا وهذا اعتراف صريح بأن الحرس الثوري الإيراني كان له يد في التدخل بتلك الدولتين ومع ذلك لم يلقى رد عليه من الحلبوسي أو الرئيس البرلمان السوري هذا شيء وصل من المرحلة الاستخفاف بتلك الدول التي تتمتع في إيران بها نفوذ قوي ووصل الأمر أنه حتى لم يراعي الأعراف البروتوكولية قبل قليل مثل ما ذكرتم في نشر الأخبارية هو لم يأتي إلى بغداد ويستقبل بشكل رسمي كممثل دولة زائر إلى دولة أخرى إنما ذهب للنجف والتقى بقادة الميليشيات ثم جاء إلى بغداد نفس الحال الحسن الروحاني عندما زار العراق ابتدأ بزيارة الكاظم ربما لديه حاجة يطلب امراض من الكاظم وثم جاء إلى مستقبله الرسميين متمثل برئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا استخفاف بالعراق استخفاف بالسلطة السياسية بالعراق وهم يبحثون عن السيادة أنت قلت في جوابك ليس على هذا السؤال الذي قبله أن الحلبوسي يقوم بدور اليوم ربما يبحث عن دعم من رؤساء برلمانات دول الخليج الحلبوسي أتى بدعم إيراني وهو مدعوم إيراني عندما صرحوا الإيراني أننا حصلنا على ثلاثة أهداف ضد أمريكا فالعراق يقصدون الرؤساء الثلاث كيف له أن يوفق بين دعم خليجي ودعم إيراني في آن واحد ألمان أن الطرفين متعناحرين الخليج وإيران نحن نعلم أن مفرزات الانتخابات المزورة التي حدثت قبل أشهر كانت هذه الكتل السياسية والرؤساء الثلاث جاءوا بموافقة إيرانية ورغم أن الجانب الأمريكي لكن شخص مثل محمد حلبوسي ربما يستطيع أن نقول لعبها صح هو جاء بتأييد من الكتل الشيعية الموالية لإيران ولكن هو الآن يعزف بغير نغمة تختلف عن النغمة الإيرانية هو الآن يحاول أن يطور علاقته مع الولايات المتحدة هو في زيارته إلى الولايات المتحدة استقبل استقبال استثنائي لم يستقبل أي رئيس وزراء عراقي بهذه الطريقة استقبل بقذائف المدفعية واستقبل بحفاوة غير مألوفة لربما هي رسالة لإيران بأن هذا ابننا هذا الولد ابننا وسوف يكون هو من ينفذ أجندتنا الآن هو العراق منقسم إلى ولااءات خارجية هناك من يوالي إيران وهناك من يريد أن يوالي إلى الولايات المتحدة نحن نعلم جميعا بأن النفوذ الأمريكي بالعراق قد تقلص كثيرا لصالح النفوذ الإيراني لذلك هي الآن الولايات المتحدة تحاول أن تصنع لها أدوات فاعلة في العراق لتنفذ ما تريده وليتحصل نقاط على حساب الجانب الإيراني والحلبوسي ولربما غيره هو أحد هذه النقاط لذلك أنت ترى في الآن بعض القادة السنة الذين لم نكن نسمع لهم صوتا الآن نراهم بصوتهم العالي وهم يطالبون بخروج الحجد الشعبي للمدن السنية ومحاولة لربما المطالبة بإقليم في الأنبار وهذا ما ذكر أحد السياسيين السابقين يعني أعزة شابندر قال بشكل صريح وكأنه تسريب لمعلومة بأن الحلبوسي قد التقى بشخصيات مهمة شخصية أمريكية وشخصية هو يقول ابن شامعون بيرز اللي كان رئيس فزارة إسرائيل سابقا وقد تناقشوا في موضوع إقامة إقليم ودعم لهذا الإقليم هذا اتهام خطير من قبل الجانب الموالي لإيران لمحمد الحلبوسي لكن أظن محمد الحلبوسي استطاع أن يستوعب هذا الزخم وهذا الهجوم عليه نعود إلى هذا المؤتمر ما تأثير هذه المؤتمرات باستحضار فشل وإخفاق مؤتمر المانحين في الكويت هذا أيضا يعني طبعا المؤتمر المانحين كان هو يعني اللاعب فيه وحيدر العبادي الذي لم يستطيع أن يحصل على أي دعم أنا الآن أتساءل لأن أحد مخرجات مؤتمر رؤساء البرلمانات لدول الجوار هو دعم بناء وإعمار المدن المهدمة وإقامة المشاريع التصادية أنا أريد أن أفكر في أي بلد من هذه البلدان الجوار أي بلد يستطيع أن يثق أن يضع دولار واحد في العراق بهذا النظام الإداري الفاسد وانتشار يعني الحيكل الحكومي الفاشل بحيث أن العراق الآن يصنف كدولة إحدى الدول الفاشلة لذلك يعني المليارات من يضحي بمليارات يضحها ويضخها في نظام حكومي مليء بالفساد يعني أظن هذه القرارات وهذه المخرجات من هذا المؤتمر لا تتعدى إلا أنه كلام دبلوماسي لا يستطيع أن يوصول به إلى أي نتيجة إنما ما كان يريد منه الحلبوسي هو الدعاية الشخصية لنفسه وما كانت تريده العملية السياسية في العراق هو أظهار بأن العراق أصبح الآن دولة محورية يستطيع التوفيق بين المحاور ويستطيع أن يدعو كبار المسؤولين في دول الجوار أو الدول العالمية هذا ما يريدون أن يعطوه كصورة إعلامية مزيفة للعالم هل تتفق مع الرأي القائل أن هكذا نوع من المؤتمرات يدعم الشرعية أو يعطي أو يضفي الشرعية العملية للعملية السياسية التي رفضت من قبل الشعب بانتخابات العام الماضي؟ أنا أقول شيء معين لو رأينا من حضر إلى هذا المؤتمر هي تركيا، سوريا، أردن، سعودية، كويت إضافة إلى إيران كل دولة جاءت ليس حبا بهذه العملية السياسية وأن تريد تدعمها وهي تعتقد بأن العملية السياسية جاءت بالديمقراطية لهذا البلد وبالرخاء الجميع يعرفون ما هي الحالة في العراق لكن كل دولة لديها مآرب تخص العراق إيران تعتبر أن العراق جزء من عدها الآن وهي حصتها بالكامل ولا تريد طرف من الأطراف أن يكون له ولو حصة بسيطة في العراق لذلك كان حضورها قوي ومن هذا الباب السعودية الآن تنظر العراق على أنه مصدر خطر ويجب أن تسحبه من إيران بينما سوريا تحاول أن تريد أن تجعل لنظامها تمثيل دبلوماسي هي لحد الآن مقاعدها شاغر في الجامعة العربية ولكن هذا النظام يستقبل كممثل عن هذه الدولة بينما الأردن أيضا هو يعيش في حالة اقتصادية يرثى لها فهو يريد أن يبحث عن فتاة من العراق أما تركيا فهي لديها مصلحة في موضوع حزب العمال الكردستاني وقد قالها بصراحة بأننا نحث الحكومة العراقية على محاربة هذا الحزب وسوف نقدم لهم دعم غير محدود من تركيا في سبيل تحقيق هذا الهدف وتبقى الكويت هي الأتجار الأصغر للعراق وأي اضطراب سياسي عسكري في العراق ربما يؤثر عليها وما زالت حاضرة في بال القيادة الكويتية أحداث التسعين واحتلال الكويت لذلك هي تحاول أن تؤمن هذا الجانب كان معنا في السوديو الرافدين من إسطنبول الأستاذ ناظر كندوري الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لك حياك الله